نروح نخدم بالخوف ونرجع بالخوف تخاف الله فعيط لي في التليفون ونسبع خبر ليذرني تتملك هوفوبي الخوف من المجهول مصطفى هذا الزوج الذي يخلص لزوجته بوفاء نادر فيجعل المكان يشع حبا رغم أنه يعيش قصة تراجدية قد تكون نهايتها مأسوية هذا الشب وبعد يوم مضن وشاق يتوجب عليه أن يطبخ ويرتب البيت ويقدم الرعاية لأبنائه في الوقت الذي تراوح زوجته مكانها على فرش المرض ورضيعته تعاني من ثقب بين حجيرات القلب زاد من تأزم حالتها رائحة الغازات المختلفة وقف مع أوليداته يمشط لهم يطيب لهم قايم بيا قايم بالدار قايم بكل شي الحمد لله يا ربي ربي يخليه لي ان شاء الله صحنا الكبار قد ما نظره ما نش مظررين كما هذة طفلة صورته هذة صغيرة اللي عندي مشكل في قلبها ومن بيني جدراني هذا المأوى الذي هو عبارة عن محل تجاري مهجور يأمل مصطفى أن يتم انتشاله رفقة عائلته قبل أن تضيع منه فلذة كبيرة عندما يبكي الرجال فهلم أن الهمو ما فاقت الجبال فهل فينا رجل رشيد يمسح دموع مصطفى ترجمة نانسي قنقر